خصص المنتدى الرياضي والثقافي ساعاته اليوم لمناقشة تجربة المدارس التخصصية وكيفية تعميمها لاكتشاف المواهب والكفاءات ودعم المنتخبات الوطنية بها على المدى البعيد تقرير عدنان لفتن استثمار نجاح المدارس التخصصية وتوسيع تجربتها على عموم البلاد المحور الرئيس الذي ناقشه خبراء ومختصون في حوارات المنتدى الرياضي والثقافي المستمر اسبوعيا تغير في شكل المحاضرات تمثل في اعتماد أربعة محاضرين للحديث عن الموضوع هم الدكتور صبري بنانا والدكتور حسن الحسناوي والدكتور حسين العلي والعداء الدولي السابق إيمان صبيح كيفية التفتيش وكيفية التنقيب عن الموهوبين الصغار هناك مدارس متعددة يعني مدرسة كوبا مدرسة الدول الأوروبية مدرسة ولاية المتحدة الأمريكية هناك مدارس كثيرة في سبيل أنه يبدون يفتشون عن المواهب منذ الصغار في سبيل أنه يبدون يعتنون بها وبعدين يسوون توقعات لغرض معرفة أطوالهم وقدراتهم وتوقعاتهم في المنافسات الدولية المحاضرون دعوا إلى جعل المدارس الابتدائية نقطة الشروع في اكتشاف الموهبة مع الاهتمام بالكشافين ودعم عملهم للوصول إلى أفضل نوعية منتقات من اللاعبين المدرسة هي الحاضن الأول للموهب وعن طريق هذه المدرسة وخاصة في عمر الطفولة ومدرسة الابتدائية هو كيف نكتشف هذا الموهوب ونخطط له التخطيط بعيد المدى النقطة الثانية هي وجود كشافين وهذا نحن على الحقيقة نفتقر إلى في العراق وخطة قد يكون في الوطن العربي فالكشافين اللي موجودة عندنا كشافين كلش قليل طيب إذا اكتشفنا هذا الموهوب ووجدنا الموهوب شلون ننمي القدرات مالك؟ لازم نعرف العاند أول نقطة أساسية وهي المدارس 79 لاعب زجوا في المنتخبات خلال هذه الثلاث سنوات مع العلم كان المخطط أنه لا نبحث عن الفوز مع اللاعبين وكان مجرد عملية تنظيم وبداية لإعداد هؤلاء اللاعبين بطريقة صحيحة وليكونوا نواة لتأسيس المنتخبات الوطنية والإنجاز العالي المشاركون في المنتدى دعوا إلى دمج المدارس التخصصية الموجودة في وزارة الشباب والرياضة مع مشروع مدرسة البطل المعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية في مشروع واحد في سبيل عمل مشترك بين المؤسستين يرقى بالرياضة العراقية على المدى الطويل تتوحت الجهود في مشروع واحد أن يندمج هذا المشروعين لأن الهدف هو واحد الهدف هي أن نطلع مواهب حقيقية تخدم الرياضة العراقية لا يصير التشتت لا يصير الجهود تتكثف إلى أهداف حقيقية عمودية إن شاء الله للمستقبل القريب سوف يكون تعاون أو اندماج بين البطل الأولمبي والمدارس التخصصية وسيكون إشراف من المختصين العناية بالمدرسة الابتدائية كنقطة انطلاق للموهبة الرياضية وزيادة عدد الكشافين الرياضيين في مختلف المحافظات دعوة أطلقها الخبراء والحاضرون للمنتدى الرياضي الثقافي في بحث موضوع المدارس التخصصية عدنان لفتا الحرة مغداد